اشتركوا في القناة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مع هذا المجلس إن شاء الله من مجالس شهر رمضان الذي هو فرصة عظيمة للتوبة والإنابة وفرصة لمحاسبة النفس ومراجعتها عما اخترفته خلال العام الماضي فالإنسان يتدارك ما بقي من العمر ويتزود بالتقوى وتزود فإن خير الزاد التقوى فليحرص المسلم العاقل الحريص على دينه وعلى آخرته ليحرص على التخفف من أشغال الدنيا فإن الدنيا تنقضي ولا تنقضي أشغالها وصدق الشاعر الذي يقول نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي كل يوم يطلع له شغل جديد يخلص من شغله يطلع شغل جديد تموت مع المرء حاجاته تبقى حاجات ما بتتنفذ ومخططات ومشاريع تموت معه تدخل معه بالقبر تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي يعني الحياة لا تنقضي مشغلها ولا تنقضي أحداثها ومتطلباته والإنسان يعمل للآخرة ويحرص على أن يزيد نشاطه في العبادة وفي الطاعة بالأعمال الصالحة لا بد أن يتربى المسلم في هذا الشهر على الخصال الكريمة الخصال الحميدة أن يبتعد عن المعاصي والرذائل للنبي صلى الله عليه ويستقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقول الزور يشمل المعاصي القولية من لم يدع قول الزور يعني المعاصي القولية من كذب من غيبة من نميمة من أشياء سخرية من تنابس بالألقاب نعم فالقول الزور يسمى للمعاصي القولية والفعل الزور يعني كذلك العمل به يعني المعاصي الفعلية مثلا يسرق مثلا يبطيش مثلا بيده يفعل أشياء هذه معاصي فعلية فالإنسان بده يبتعد عنها في هذا الشهر لأنه ربما يستثار ربما يعني يغضى يعني ويقول أنا صايم الصوم يدعوه إلى الصبر ولذلك بده يضبط أعصاب الإنسان يعني بقدر ما يستطيع فالإنسان في رمضان والعبادة في غير رمضان في رمضان غير ما في شعبان ولا في شوال هذا شهر له قدسيته له وضعه الخاص له يعني متطلباته من صبر من احتساب من إيمان من كتم وكظم للغيظ وعدم انفعال ونعم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه من لم يتأدب بآداب الصوم ويمسك نفسه عن الوقوع في المعاصي بكافة أنواعها من نظر من كلام من بطش من غيبة من استهزاء من سخرية يحترم الصيام فقد لا يؤجر يعني برمضان قوله لا ينتهي وغيبته لا تنتهي والسخريته من الناس وقول اللغو عنده هو القول الباطل هذا يعني يسقط الفريضة لكن ليس له أجر ليس له الثواب اللي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا هذا أدى الفريضة يعني مثل اللي بجيب يصلي وفقره خارج الصلاة ليس له من صلاة إلا ما عاقل منها فهذا أسقط الفريضة لكن هل أخذ أجر ثواب وحسنات وما وعد أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الصيام فلا بد الإنسان إذن أن يحرص على الأرباح هذا شهر الأرباح أنت الآن لو عندك سلعة ويجا واحد تخلّك هالسلعة بتبيعني إياها أنت مشتريها بليرة قالت بيعني إياها بمية واحد قال أنا بشتريها بسبعمية شو هل أعطائها شو هالربح أبي الدكتور كنت بديك برجليك أنت وتتمسك فيه قلت بخلاص أنا بعتك فكذلك الحسنة فيه رمضان بسبعمية حسنة وفيه واحد يجي بيقول لك هذه ما بتسوى ما بتسوى قيمتها بليرة كتير عليها بعطيك ليرة بس قالت يا ابن حلاء أنا تعبان فيها وحملها وجيت وكذا وجيت للمسجد وتوضيت وما تعطيني بالأخير حسنة واحدة خلاص أنت أخذت رأس مالك فقط ما في زيادة فحتى نحصل على الأرباح وعلى الزيادة لا بد أن نتأذب بأذاب الصيام ونلتزم ما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وما نهانا عنه كذلك أيها الكرام شهر رمضان شهر يعني فرصة للمراجعة أنا شو عملت العمل الماضي شو بدر بني أخطاء شو وقعت في أشياء تغضي بالله عز وجل أنا والله قطعت رحمي يعني ما سلمت على إخواني ما سلمت على أختي بيني وبينهم حسسية وصفي هذه المشاكل في رمضان والله بيننا بين الجار صار الأولاد شوي اختلفوا وتخانقوا وتزعلنا مع بعض وهو يعني ما بيكلمني وأنا ما بكلمه وبندخل وبنطلع وبنشوف بعضنا لا بدنا نصلح العلاقات ونصلح نعم ما بيننا وبين جيراننا وما بين إخواننا ونراجع أنفسنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد المستقبل هذا أنت لما تكلمه ولما تصل لرحمك ولما تعفو عن من ظلمك ولما تكذم الغيظ على من أساء إليك أنت عم تراقب الله واتقوا نعم يوما واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أنا بدي أدخر هذه من أجل الله في صحيفة أعمالي يوم القيامة بماذا اختص شهر رمضان يعني كل شهر له خصائص وله ميزة طيب شو خصائص شهر رمضان تعرفوا أول شيء شو هو أهم شيء فيه في رمضان اختص به رمضان أباقي العشور الصبر الصبر قبل الصبر اللي علمنا الصبر شو هو شو اللي علمنا الصبر القرآن دزل القرآن في رمضان القرآن مصدر كل الأعمال الصالحة من صبر ومن بدل ومن إيثار ومن أعطاء ومن صلاة ومن ذكر ومن استغفار ومن كل الأعمال الصالحة أخذناها منه القرآن الذي نزل في هذا الشهر ولذلك قلنا شهر رمضان لما قرأنا قبل شوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن طبعا نزل القرآن كان في اللوح المحفوظ ثم نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة في رمضان بيت العزة اللي نزل إليه القرآن نعم في السماء هذا نزل القرآن نزل به جبريل مرة واحدة من اللوح المحفوظ كامل يعني من الفاتحة إلى قل أعوذوا رب الناس نزل دفعة واحدة هذا النزول الأول ثم وكان في رمضان طبعا ثم بدأ قيل في سبعة عشر رمضان قيل في عشرين في ثلاثة وعشرين في سبعة وعشرين أقوال عديدة إنما اللي يهمنا أن نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان وفي ليلة القتر ثم بدأ يتنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في فترة كم سنة؟ ثلاثة وعشرين سنة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الدعوة النبي كان عمره أربعين سنة لما بدأ بالرسالة واستمر جلس في مكة ثلاثة عشر سنة في المدينة عشر سنوات تقريبا هذه كانت كلها هذه الفترة من الأربعين إلى الثلاثة وستين كانت عبارة عن نزول القرآن كانت تنزل آيات تنزل بعض السور حسب الأحداث حسب الوقائع حسب ما يطرأ للأمة تدرج وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتن ورتلناه ترتيلا فكان ينزل يعني يوم يوم بين ساعة ظهر العصر بالليل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم استمر ثلاثة وعشرين سنة نزول القرآن هذه أول نعم أول يعني شيء في رمضان يختص رمضان بأنه شهر القرآن لذلك وين ما بتروح تسمع القرآن في المساجد في البيوت القرآن هو شغل لأن هذا الشهر شهر القرآن هو شهر القرآن كل كل مشغول بالقرآن الكريم ويجب أن ننشغل جميعا بالقرآن الكريم لأنه هذا كتاب الله وهذا أعظم ما يعني ما نحنا الله إياه هو هذا القرآن الكريم نأخذ منه الحلال والحرام وما الذي يقربنا إليه ما الذي يبعدنا عن الله ما الذي يدخلنا إلى الجنة كلها نأخذها من هذا القرآن الكريم فهو كتاب عظيم كتاب عظيم معجزة عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا شوف تتفتح في رمضان أبواب الجنان هذه أيضا ما تتفتح في شعبان ولا في شوال إنما الحديث في رمضان تفتح أبواب الجنة يا سلام تهيئت الجنة الآن يعني استعداد للإستقبال انتبهوا يا البسلمين هذا الآن يعني نفتحكم أبواب الجنة مشان إن شاء الله تأتون إليها بعد أن تصوموا رمضان وتطيعوا الله سبحانه وتعالى وأيضا تفتح ثلاثة تغلق أبواب جهنم فانتبه يا من يفتر في الرمضان يا من تعصي الله يا من في جهنم لكن الآن مسكرة لعطائك الفرصة لتدخل إلى الجنة فإن أبيت ما النار موجودة لكن أبوابها مغلقة الآن نعم وتغلقوا فيه أبواب النار والرابع تصفد أو تسلسل الشياطين طيب 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 طالما عم تتصفد الشياطين ليش بعض الناس بيخطأوا طيب طالما الشياطين مربطة فيه شيطان أكبر فيه شيطان أكبر من الشيطان الجني هذا وهو النفس إن النفس لا أمارة بالسوء الله لنا عليها ويجعلنا إن شاء الله من المنتصرين على أنفسنا فالإنسان بده يحذر يعني نفسه لأنه نفس تأمره النفس تأمره بفعل البنكرات بفعل ما يصل الله سبحانه وتعالي فالإنسان لا يطيع نفسه في كل ما تشتهي وفي كل ما تقول كذلك في هذا الشهر في مكرم إلهية عظيم جدا رقم خمسة ليلة القدر ليلة القدر سمى القدر يعني الشرف العظيم وقيل القدر تقدر فيه الأجال والأعمار والنعم خلال العام فليلة القدر ليلة عظيمة الشأن من عظمة هذه ليلة الملائكة كلها تنزل إلى الأرض كل الملائكة إلا في السماء تنزل إلى الأرض قال ما فيه ما بتحصن موضع قدم إلا بالملائكة يعني مرصوصة رص لماذا تنزل تنزل للدعاء لنا للمسلمين للصائمين للذين أطاعوا الله عز وجل للذين استجابوا أمر الله في هذا الشهر تتنزل الملائكة والروح فيها الروح جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كذلك هذا الشهر اختص عن غيره بخصيصة هامة ونحن متلبسون الآن بها لماذا اختص رمضان؟ بالصو هذا نعم يا لدينا مكتب عليكم الصيام فشهر رمضان هو الذي فرضه على الأمة كما كان مفروضا من قبل لكن تختلف يعني كيف صاموا من قبلنا كيف صاموا على زمن عيسى كيف صاموا على زمن موسى على زمن إبراهيم كان عندهم صيام لكن كل أم لها شريعة خاصة بها فهذا أيضا من خصائص هذا الشهر الكريم والله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر كذلك بعمل عظيم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة مثالها واحد طرب عشرة يعني انت قلت سبحان الله قد ليش أخذت؟ عشرة الحسنة صدقت بليرة على فقير تاخد كم؟ عشر حسنات نعم لكن بهذا الشهر إلى سبعمائة ضعف وورد عن الإمام الزهري أحد التابعين قال كل تسبيحة في رمضان بألف تسبيحة بغير رمضان لما تقول سبحان الله إلك أجر ألف تسبيحة لأنه في الحديث أنه يضاعف لمن يشاء مو بس بعمية يعني مو بس للحسن بسبعمية ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء طب إلا الصوم يعني كل الأعمال تضاعف إلى سبعمية إلا الصوم شو ماله الصوم؟ فإنه لي وأنا أجزي به قال هذا يوم القيامة الله مخبي لك يا على جنب فيجوك الناس أنت عليك ذنوب عليك معاصي عليك شغلات كده كل الأحب بدي أخذ حقه سوروا يأخذوا من الحسناتك من هنا من هنا من هنا مشكلة ما عاد يعني شيء لكن كنت أنت تصوم وتحتسب وصيامك كان صحيح مية في المية يعني أنت تصوم طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فهذا يخرج الله لك الصوم وثواب الصوم لتزداد حسنات ولتنجو من الأهوال ومن ذلك الموقف الصعب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا وقامه إيمانا واحتسابا شو عنا إيمانا قلناه تصديقا تصديقا بماذا بما وعد الله تصديقا بما وعد الله أنه من صام له الأجر والله الثواب والصوم عنده يعطينا أجر غير محدود من صام رمضانا وقامه إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه شو عملت أخطاء العام الماضي شو وقع منك أخطاء لكن ما أكل حقوق الناس دير بالك وما أغتبت الناس وما تكلمت على أعراض الناس هذه صعبة هذه هذه بدك أنت تطلب الهم يسامحونك أما الله ما بيسامح فيها الله بيسامحك قصرت أنت يوم أخرت الصلاة يوم يعني لم تذكر لم تقرأ القرآن يوم فعلت شيء يعني يغضب الله عز وجل من الصغائر صغائر الذنوب فالله يغفرها لك يوم القيامة أما الكبائر هذه يعني عند الله سبحانه وتعالى كذلك في هذا الشهر قالوا يعني العمرة فيها أجر كبير شو أجر العمرة بتعرفون اللي بيعمل عمرة في رمضان كأنه حج وفي رواية حجة معي عمرة في رمضان حجة معي يعني كأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من خصائص هذا الشهر أن من فطر صائما كان له يعني من الأجر مثل أجر الصائم فقلنا أن الإنسان ممكن يصوم ويكون أخذ أجر رمضانين أو ثلاث رمضانات أو أربعة أو خمسة حسب تفطير للصائمين حسب ما فطر للصائمين كان يفطر مجموعة من الناس أو أعطاهم يفطرون خلال الشهر رمضان فيكتب له الأجر والثواب وهذا شيء عظيم يعني والصوم أجر كبير كما تعلمون عند الله ولما يكون عندك وسجلك بصحيفتك أنت عندك رمضانين هذا العام عام 2023 سجلنا لك ثلاث رمضانات حسنات عظيمة جدا تنتظرك أيها المسلم عند الله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك طيب هنا في بعض الأشياء الحقيقة التي أريد أن أناقشها معكم لكي ننتبه لها هي المفطرات في رمضان ما هي المفطرات قالوا طبعا يعني نحن قد يكون في هناك خلاف في المذاهب فنحن أخذنا بما أصدره المجمع الفقهي تجتمع علماء من العالم الإسلامي واتخذوا قرارات واتفقوا على أشياء عصرية واقعية يعني قد يكون في مذهب مثلا الشافعية أو الهنفية تخالف ذلك فنحن نأخذ بما قاله الفقهاء ومما فيه يسر وتسهيل على الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أول المفطرات كما تعلمون وأعظمها هو الجماع الجماع يعني ما يجوز الإنسان في رمضان أن يجامع زوجته في نهار رمضان لأن هذا يفسد الصوم وعليه أن يمسك بقية اليوم لو فعل وعليه أن يقضي ذلك اليوم والرابع عليه التوبة والخامس عليه الكفار المغلضة صيام شهرين متتابعين هذا بالنسبة للجماع يعني إلا الإكبال للرجال من الزوجين وكذا بده يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فبده يطعم ستين مسكين هو فيه تقرق به بس ما فيه رقب الآن هذا أول واحد الثاني إنزال المني باختياره فهذا مفسد للصوم أما إذا كان بغير اختياره باحتلام كان نايم وصحي ووجد على شيء على تيابه نعم هذا يسمى المني فعليه أن يغتسل أجل أن يصلي ولا علاقة لا يفسد الصوم نهائيا نعم أما إذا كان بغير اختياره تعمد هو إنزال المني فهذا يعني يفسد صومه وعليه أن يقضي لكن ليس عليه كفارة مثل كفارة الجماع وكذلك الإنسان يعني في رمضان ولا عيبة يعني لازم الإنسان يتعلم أمور دينه حتى ما يقع في شيء يعني قد يخرج منه شيء يسمى المذي المذي هو مساء اللزج يخرج نتيجة الشهوة شهوة الرجل فهذا المذي طبعا يعني بعضهم قال يفسد الصيام وبعضهم قال لا يفسد الصيام ما عليه قضاء لكنه يعني عليه أن يطهره وأن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد وأن لا ينظر إلى يعني مناظر تثير شهوته وتجعله يعني يخرج منه هذا الشيء الذي ذكرنا بده يبتعد يعني يغذ طرفه ويمسك نفسه خلال هذا الشهر المبارك طبعا الراجح في المذي أنه لا يفسد الصوم الراجح بعض الفقهاء قالوا يفسد الصوم لكن الراجح عند بعض الفقهاء قالوا لا يفسد وهو قول الجمهور الثالث الأكل الشرب يأكل ويشرب فطر هذا ما عاد فيه يفطر عند المغرب ما بصير يفطر قبل المغرب حتى لو أفطر قبل المغرب صام صام 11 ساعة 11 ساعة ونص 13 ساعة إلا 5 دقايق وراح أفطر خلاص أفطر لازم يفطر مع دخول الوقت حين يدخل وقت المغرب ما بجوز أحد يفطر قبل هذا يا شباب فوت على التنلاج يقول لك أنا عطشان يشرب لي شوية مية أكلي أكلي موزي كذا ما بصير بده لا يأذن المغرب يروح يأكل حتى يحسب له الصيام يعني هذا الصيام الصحية طيب شم الروائح شم رائحة عطر رائحة طيب مثلا رائحة الطبخ في المطبخ في البيت هل يؤثر على الصيام ولا يؤثر شم الروائحة لأنها ليست يعني لها شكل أو حجم حتى يفطر الإنسان من الأمور التي لا تؤثر على صحة الصيام بلع الريق بلع الريق وبلع النخام إذا دخلت يعني غصبا عنه لكن عليها أن يقضفها لأن هذه تؤذيه لكن لو بلعها غصبا عنه فهذه لا لا تؤثر على صيامه ما كان بمعنى الأكل والشرب في شيء ما منأكله لكن بيؤدي وظيفة الأكل الأبر المغذية أو الحقن المغذية رح يأخذوا إبرة فيتامينات أو حبت فيتامينات ما بيصير خلاص إذا بيفطر ما أكلت أنا ما أكلت لا أكلت لا أكلت شيء ولا شربت مية بس أخذت إبري رحت لعند صيد أعلاني وقال له أعطيني إبري مغذية أنا دايق شوية كذا يقول له فطرت ما بيصير الأبر المغذية تفطر أما الأبر الثانية والله مريض أخذ إبري في العضل عنده التهاب عنده شيء لا هذا هذه لا تفطر فقط التي هي بمعنى الطعام وبمعنى الأكل والشرب حقن الدم يعني واحد صار عنده فقر دم تبرعه له بدم وروح نطرعه نعله بدم هذا يفسد الصيام أعطيناه اللي أتبرع بالدم فسد صيامه واللي أخذ الدم فسد صيامه لأنه اللي تبرع بالدم قد يؤدي إلى يعني ضعاف جسمه إلى أن يدوخ إلى أن يمرض فعليه أنه يتبرع في وقته الصيام وكذلك بالنسبة للذي يأخذ الدم طبعا هذا مريض هو مريض يحق له يعني أنه ما عليه صيام يفطر استخدام فرشات الأسنان والمعجون والسواك هل يؤثر على الصيام لا يؤثر لكن بده يحذر أنه ما يبتلع يعني لما يعني 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 أو بقايا من المعجون فيبتلعها فهذا يعني يعني خلص طالما نزل على بطنه يفطر إخراج الدم بالحجامة الحجامة الآن عم يعملوها يعني في أدوات صناعية بإركاسات وكذا وزجاج وهذه قال أفطر الحاجم والمحجوم يعني الأحوط وإن كان قال البعض يعني الحاجم مش أدخل طيب الحاجم أنا أعطيته هذا يعني أخذت له العلاج أول ما كانوا يعطوه العلاج كان يجي مكان الدم فيمكنه عم مص الدم يبلع له شي نقطتين ثلاثة في بطنه فهذا فالأحسن أن لا يسعى الإنسان إلى فعل الحجامة في رمضان يعني خروجا من الخلاف نعم والله الأحسن فيها خلاف بين الفقاء منهم من قال يفطر ومنهم من قال لا يفطر يعني فيها خلاف ما أجمعوا كلهم على جوازها يعني قال البعض أنه لا يفطر وقال البعض بأنه يفطر عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أخذوه على ظاهر الحديث فهذا احتياطا لكن لو عمل ما يفطر على قول البعض فالأحسن لكن الأحوط أن يمتنع عنها طالما أنه في يعني في كلام حولها وفي خلاف في المسائل الخلافية تأخذ بعين الاعتبار والإنسان يعني يتوقف عند هذا الشيء فمن التقوى الشبوات فقد استبرأ لدينه وعرضه وعرضه سحب الدم للتحليل سيحلل السكر أو يحلل يعني ما فيه شيء بس ما يكون الدم المسحوب منه كثير يعني ياخذوا يعني حاجة كبيرة حتى لا تؤثر عليه فهذا يعني يخشى من فساد صيامه التقيق يعني أخذ برد أكله ونام على طول وشعر في البرد وصار بده يتقيق يعني وغصب عنه خرج منه الطعام ما لح ما لح يعني على طول هذا التقيق يعني ذرعه القي بدون أن يجعل يده في فمه أو يعني يحاول هو أن يتقيق إذا حاول أن يتقيق يفسد صومه بده عيد الصيام إذا ما حاول لوحده طلعت القي فهذا لا شيء عليه لأنه استكرها عليه نعم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كذلك خروج دم الحيض والنفاس من النساء نعم يعني يبطل الصوم هذا لو أحست المرأة بأنه سيخرج منها دم لكن ما خرج أحستها شعرت أنه يخرج منها تبقى صائمة حتى يخرج دم الحيضي ودم النفاس هذه المفترات استنشاق الماء الماء ما فيها شيء استنشاق عادل استنشاق والمضمضة عادل لكن لا يبالغ في المضمضة بعد العصر عند الإمام الشافعي بعض الأحيان أخذت الشاطح ينزل الماء يعني في مجال ينزل يعني هو ما فيها شيء ما يبالغ يعني ما يبالغ يخذها لتح حتى يبلحها يعني 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 ما يحاول أنه يزيد فيها يعني 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 ممكن يستنشق شوي كده أما يمكن يخذها هذه وصلت لسفة البطن يعني بده يحاول أنه شوي شوي يعني ما يبالغ في ذلك يعني مثل القطرة التي لأننا القطرة في الأنف أو الأذن أو كده يعني بعض الفقاء قال ما ما يفطر فيها لو قطر في أذنه أو قطر في عينه أو في أنفه إلا إذا شعر أنها نزلت إلى حلقه ودخلت في بطنه فبده يحتاط أيضا أيضا مسائل خلافية بين الفقاء بينما قال إن تفطر القطرة قطرة الخاصر قال في لأنه في قناة بين الأذن وتوصل إلى الهلق أو إلى المايدة فبده يمتنع الإنسان عن ذلك بارك الله فيك كذلك هذه الأفعال هذه التي ذكرناها إذا فعلها الإنسان عالما عامدا متعمدا فسد صومه أما إذا كان ناسيان ما هو دار رأى على الحنفية عب كاسة ماء وشرب هاسي ما نفكر حاله إنه في شعبان أو في شوال وشرب كاسة الماء بعدين أنا صائم خلص توقف صيامه صحيح أطعمه الله وسقاه لكن إذا شفته أنت عم يشرب أمامك وتقول خليه يشرب معليش بعدين بتذكره لا بدك تقول له وقف أنت صائم نسيت أنك صائم إذا فعلها ناسيا أو جاهلا ما هو عارف الحكم قال لا يؤاخذ بها جاهل ما يعرف هو لكن المفروض أنه يتعلم الإنسان يعرف الحلال والحرام ويعرف اللي يفسد صومه ومتى يكون صومه صحيح ومتى يكون صومه فاسد حتى لا يقع في المحذور وهنا بعض طولنا شيء طولنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نتابع الحديث عن الأشياء التي ليست من المفترات وما يجب على الصائم وما يستحب للصائم وأحكام واقعية الآن ما كانت موجودة من قبل عند الفقهاء والآن موجودة في العصر شو حكم الشرع فيها نتكلم إن شاء الله غدا في مجلسنا القادم بإذن يتعالى يوم الأحد وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعن فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النيران اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرج عن المسلمين ما نزل بهم يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن الشام وأهل الشام اللهم أبدل اللهم أبدل شدتهم ذلهم عزة اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم اللهم اجعلنا من عتقائ هذا اليوم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائ هذا اليوم يا رب العالمين وتقبل بنا الصيام ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين